من جديد عودنا لحضراتكم بنتكلم مع فضلت الشيخ محمد ريدا عن الصدقة الجارية وما أهمها لأن كل عزيزة على القلب فقدناه عايزين نوصل له ثواب عايزين نقول له احنا بنحبك لأن التعبير عن الحب فضلت الشيخ في الحياة وبعد الممات جميل لأنه لو واحد فقد عزيزة عليه أبو أخوه والده أمه بيبقى عايز يقول له أنا بحبك وما زال الحب والتربية بتبان حقيقة بعد الوفاة بنلاقي كتير من الأولاد يقول له أنا عايزين أعمل صدقة جارية لأمي لأبوي لأخواتي والزوج لأن احنا برضو سمعنا كتير زوجات بيبقوا عايزين يعملوا أكتر وأزواج لزوجات بزيجاتهم هذا هو معنى الحب الحقيقي أصيل فعلا دكتور طيب دلوقتي اللي بيشوفنا عايزين نقول له نحمسه أكتر نحفزه أكتر أن الصدقة الجارية تصل إلى المتوفة ثوابها أولا تخيل حضرتك لما يكون الإنسان بيعمل لنفسه أو بيعمل له غيره أما بيكون فيه ربنا سبحانه وتعالى جعل الرحمة في قلوب الأبناء أو في قلوب الأزواج لأزواجهم أو رحمة الأب بابنه سواء الولد ميت أبوه بيعمل له الأب ميت ابنه بيعمل له الأم ميته ابنها بيعمل له الأخ أخوه بيعمل له ده لا يتوفر إلا إذا كان هناك حبا فيما بينه أما هو بينفع الميت ولا لأ طبعا وإن كان بعض الناس بيشكك في هذا أقول لهم لا وألف لا ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقات جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدع له أما سيدنا النبي قال لنا صدقات جارية الصدقة الجارية دي هل حدد أنا اللي أعملها أو غير اللي أعملها بالعكس ده لما أنا غيري بيعمل الصدقة الجارية دي بيكون عنده ولاء وعنده حب والأجر بيبقى أجرين يعني إيه يعني أنا ابني مثلا عملي صدقة جارية هو حيأخذ الأجر وأنا أخذ الأجر يبقى أنا استفدت وابني استفاد مش كده وبس ربنا سبحانه وتعالى جعل الفائدة تعود على كل من ساهم في هذه الصدقة الجارية فكل من أراد أن ينفع الميت بأي شيء فعليه بأن يقوم ولا يتأخر بأن يفعل له صدقات جارية ويمكن إحنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يمكن إحنا شوفنا الناس في الصحراء شكلهم إيه وبيحتاجوا وإنت علكت في أول فقرة على أن الناس دي في الحر بتعمل إيه شوفي أما سيدنا النبي يقول لنا في كل كبد رطبة أجل يعني إيه يعني البر اللي إنت عملته مش الإنسان بس اللي بيشرب منه اللي ربنا كرمه لا ده الحيوان برضو لما يشرب إنت رطبت الكبد بتاعه الطيرا لما يشرب منه إنت رطبت الكبد بتاعه أي حد بيشرب أي حد له كبد أي كائن أي كائن له كبد يشرب ويستفيد من الماء إنت خدت أجر عليه يعني أنت بتاخد أجر الإنسان وأجر الحيوان وأجر أجر أي أي كائن يشرب من هذا الماء حتى ولو كانت حشرات طالما أن هذه الحشرة أو هذا الإنسان أو هذا الحيوان أو هذا الطير استفاد أو شرب من هذا الماء فإن لك به صدقة أو للميت الذي فعلت الصدقة من أجله له صدقة وبعدين يعني من أفضل الأشياء التي يقوم بها الأبناء إذا كان الدعاء أيهما أثقل على النفس الدعاء باللسان أم الإنفاق بالمال الأصعب الإنفاق مش كده لأن المال محبب للإنسان أنه يحوشوا آه يبقوا بيحبوا زينة الحياة الدنيا المال والبنون نعم طيب هو أما يجي الدعاء بس الله يرحمك يا بالله يغفر لك الفتحة الوالدية ربنا يوسع له في قبره ربنا يجعله أما لما أطلح صدقة كده بنيت أن دي تنفع والدي أو تكون صدقة جرية الوالدي أحفر بير أعمل محطة تحلية أساهم في وصلة مية أعمل أي شيء يكون لوالدي أيهما أصعب على النفس الإنفاق إذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إذا مات ابن آدم قط عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له الدعاء الولد لابوه بينفعه بعد موته ألا تنفع الصدقة الجارية الذي يفعلها الولد التي أشق على النفس من الدعاء طبعا تنفعه وتكلف الإنسان أكثر من الدعاء أكيد فما أسهل الدعاء وما أصعب الإنفاق حقيقة آه فضلت الشيخ عايزة أتكلم مع حضرتك عن المعاناة أو المشقة آه لأنه هنا إحنا وفرنا على أهالينا في مطروح مشقة جمع المطر طول السنة كانوا بيستنوا المطر علشان يشربوا مية فإحنا أكيد وفرنا بوجود هذا البئر مشقة ومعاناة وإحنا عارفين دايما أنه ثواب على قدر المشقة فإحنا برضو عملنا ثواب إذا حطينا مية ووفرنا لهم المشقة دي ووفرنا عليهم مشقة وإحنا دلوقتي كمان لما بنصرف زي ما حضرتك قلت ونطلع الفلوس دي مشقة إنهنا بنجاهد نفسنا طبعا طبعا فحكينا عن ثواب الحياة إنك تعمل مية وتبس الحياة في وجود مشقة كبيرة إحنا وفرنا عليها لأهليان شوفي حضرتك كانت الناس في المؤسسة كانوا يعني مستبعدين المسافة دي علي وفي مشقة في الصفر علي فجالوا يعني ما قلتهم أنا عايز أروح أشوف عشان ليست النائحة الثكلة كالنائحة المستأجرة أنا عايز أروح أشوف بعيني عشان ما أتكلم أتكلم بأحسيسي بمشاعري أشوف الناس على الطبيعة والوضع اللي هم فيه عشان أتكلم عن الناس دي وأشوف حالتهم شكلها إيه فتخيالي حضرتك أما ربنا يقول لنا واجعلنا من الماء كل شيء حي لا بجل أنت حضرتك كما تيجي تشوفي الناس وهم هناك بيستعملوا المية إزاي بحرصة بحرص جديد جدا ليه لأن المية دي كانت تهضر حين ينزل المطر وهم بيكونوا سعدة بنزول المطر لحاجتين إنهم كانوا بيعملوا كده مكان غويت يحوش لهم شوية مية ياخدوا منهم مية خلتك بالحضرتك لأنهم عندهم شيء ممكانيات إنهم يعملوا بير يعني مش منفز هندسيا هم عاملينوا كده بالبركة كده لكن إحنا كانوا بيستغلوا حفرة أي حفرة هم يحوشوا فيها شوية مية خلتك بالحضرتك تكفيهم قدر من الوقت وبعدين يبحثوا عن الماء في أي مكان بقى الحاجة الثانية اللي فرحانين بها إنه هو بينزل عشان يطلع عليهم الزرع بتاعهم إن زرعهم قائم على المطر فطبعا لما رحنا وعملنا لهم الأبار البيرد عبارة عن إيه أستاذ ميادة عبارة عن مكان كده جد الاستوديو كده أو أكبر خلتك بالحضرتك بيحفر وبعدين بيبنى وبعدين بيبطن جيدا علشان يحتفظ بالماء خلتك بالحضرتك وبعدين يتعامل له فتحات من على الجوانب وبيكون في أكبر في أحسن مكان ممخفض بحيث أنه يجمع من جميع الجوانب المية تحوش المطر وتنزل كلها على على البيرد فالبير يستوعب المية بتاع المنطقة بحالها ياخدها يخزينها يخضوها يستفيد بها طول السنة فأصبح إحنا أهالينا في مطروح مش شايلين هم أبدا موجود المية ولا شايفين المية بتهدر ووفرنا عليهم مشقة وعملنا حياة بس عايزين أبار تانية هم محتاجين أبار كتير جدا في نهاية الحلقة كل مشاهد بيشوفنا دلوقتي بنقوله مازال أهالينا في مطروح محتاجين أبار لأنه مع عائلات كتيرة جدا محتاجين أبار لتجميع المية في مطروح يمكن نهاردة تكون رسالة الخير ليهم لصدقات جارية كمان لأهاليهم والغرنة نشكرك فضوط الشيخ يعني نهاردة وفينا على قد ما بنقدر وكل حلقاتنا إن شاء الله نفصل فيها أكثر بفضل صدقات الجارية شكرا لك فضوط الشيخ محمد رضا من علامة الأزار الشريف شكرا لكل مشاهدينا وربما نكون لكم رسالة خير لصدقات جارية لأهاليكم والكل عزيز ولنا إحنا كمان في حياتنا شكرا وإلى اللقاء